اهلا بكم بعد الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة الامريكية في ايلول 2001 شنت ادارة الرئيس الامريكي جوش بوش حربا على الارهاب وتحت هذه الذريعة شن بوش حربا على العراق انتهت بسقوط نظام الرئيس صدام حسين في ايلول 2014 عادت الادارة الامريكية لترفع الشعارة نفسه الحرب ضد الارهاب اختلفت الظروف والوقات والشخصيات الا ان العنوان والهدف هو نفسه بعد الثورات في العراق خصوصا في مدينة الموصل وتوسع تنظيم الدولة الاسلامية في اكثر من بلد برزت الدعوات الى اقامة حلف للحرب ضد الارهاب وعربت اكثر من دولة عن استعدادها للاندمام اليه حتى دمشق على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قال ان دمشق مستعد للتعاون مع اي جهة دولية لمكافحة الارهاب واليوم قال الرئيس لامريكي باراك اوباما ان الدولة الاسلامية تمثل تهديدا حقيقيا لا على العراق فقط بل على المنطقة باسرها الا ان اوباما نفسه قال ايضا ان المعركة قد تكون طويلة هل سينجح المجتمع الدولي بالقضاء على داعش وهل التعاون الاقليمي والدولي الحاصل في هذا المجال سينسحب على مجالات اخرى وما مصير هذه الجماعات المتطرفة واين لبنان منها الذي يودع اليوم شهيدا جديدا كان ضحية هذا الاجرام الوحشي هذه المحاول نبحثها مع ضيفنا اليوم الشيخ دكتور صادق النابولسي استاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية اهلا وسهلا فيك سماحة الشيخ يعني اليوم ما بعرف اذا بتوافقني على هذا التشابه بين ايلول 2001 بهجمات 11 ايلول والحرب اللي شنتها الادارة الامريكية على الارهاب وشفنا غزو العراق فيما بعد تحت عنوان قضاء على اسلحة الدمار الشامل اليوم الادارة الامريكية تقريبا تعود وترفع الشعار نفسه بعد هذه السنوات اليوم داعش يمكن حتى العراق هو المسرح نفسه كان بالمكانين يعني هل هذه السنوات وهذا تصابق منطقي ترى يعني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا اول شي على الاستضافة البولايات المتحدة الامريكية منذ يعني ايلول البداية التسعينيات اذا صح التعبير هي ترفع الشعار مكافحة الارهاب لكن في الواقع يعني الادانة شيء ويعني المواجهة شيء اخر يعني كما يتبين لنا ان الولايات المتحدة الامريكية ليست جد فعليا في مكافحة الارهاب وان رفعت هذا الشعار لأسباب تتعلق بمصالحها في المنطقة وفي العالم يعني على سبيل المثال الافغان العرب وغيرهم استعملتهم الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات وإلى انتهاء الأزمة مع الاتحاد السوفيتي وتفكك الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك جاءت بهم إلى هذه المنطقة لمشروع جديد ولذلك يعني اليوم لما حصلت حرب 2006 سمعنا وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس تتحدث عن شرق أوسط جديد كبير أو موسع إلى ما هناك لكن كل ذلك في سياق إعادة يعني رسم خريطة العالم وليس خريطة المنطقة فقط انتهاء الحرب الباردة كان إذان بيعني رسم جديد ولذلك مقولات كبار المفكرين الأمريكيين في الاستراتيجية والعلاقات الدولية كان يتحدثون عن دور أوحد للولايات المتحدة الامريكية ونفوذ أوحد لهذه الدولة الكبرى على العالم أجمع اليوم عم نشوف أن الولايات المتحدة الامريكية وهي تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة العربية استضمت بمجموعة من العقبات ربما تكون أكبرها هي عقبة حرب 2006 التي خاضتها إسرائيل نيابة على الولايات المتحدة الامريكية طبيعي إسرائيل لها أيضا مقاربها ولها أهدافها فيما يتعلق بالعدوان على لبنان لكن في الواقع هذا العدوان جاء في سياق رسم المنطقة لذلك شفنا أدبيات مثلا سمحت سيد حسن نصر الله وغيرها أن هذا المشروع مشروع الشرق الأوسط الجديد فشل من لبنان طبيعي الولايات المتحدة الامريكية وحلفاء في المنطقة لم يتوقفوا بل دائما كان هناك بالضبط البوابة الأخرى كانت ما يسمى الربيع العربي في الواقع أن الربيع العربي كان مدخل جدا موفق ربما بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية لرسم جديد للمنطقة أيضا الربيع العربي واجه مجموعة من الإخفاقات وصولا إلى البوابة السورية التي حصل فيها تفجر سياسي وجيوسياسي وستراتيجي خطير جدا يعني كان المسعى أنه سوريا ستسقط خلال بضعة أشهر أو خلال سنة أو إلى ما هناك لكن تفاجأ الجميع أنه حجم التعقيدات في القضية السورية وفي الأزمة السورية كبير جدا يعني هذا البلد استقطب محاور عديدة واستقطب دول كبيرة لديها مصالح أيضا في هذه المنطقة فإذن نحن أمام جملة من المطبات والعراقيل التي تمنع من رسم خريطة للمنطقة وفق الرؤية الأمريكية طبيعي داعش والنصرة وغيرها جاءت في سياق تنفيذ الأجندة الأمريكية لكن تبين اليوم أن داعش تمددت أكثر من ما يجب أن تتمدد وسعت من نفوذها ومن سيطرتها أيضا لأنه أيضا هذه الجماعات المتشددة المتطرفة لها أيضا أجندتها الخاصة نعم هناك كان تقاطع في المصالح في ظروف معينة وفي أوقات معينة اليوم يبدو أن هذا التقاطع يبدو قد انفك في مرأة في مكان معين ونلاحظ أن اليوم الجميع يدينون سلوك المتطرفين الإرهابيين الدواعش ويؤكدون خطورة هذه التنظيمات ولكن المعطيات تعكس حجم التناقض بين الإدانة وكيفية المواجهة لذلك اليوم نحن نواجه إشكالية في كيفية المواجهة يعني أفضل مصدر اليوم وهذا بشكل علني قرار 2107 هذا واضح أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية تريد تقليم أظافر هذا التنظيم أو هذه التنظيمات المتشددة حتى لا تنعكس الخطورة أو ترتد الخطورة إلى الغرب صحيح إلى حدودها اليوم يعني بغض النظر عن من رعا داعش في بدايتها أو غيرها يعني لماذا وجدت هذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة البيئة الحاضمة زبا حتى بين هلالين يعني اليوم هذه الممارسات التي قامت بها داعش كان فيه إدانة من مختلف الأفريقاء من مختلف البلدان يعني إقليميا ودوليا ولكن بمصار وتطور الأمور ببداية الأزمة في العراق وكيف استطاعت هذه التنظيمات السيطرة على مناطق كبيرة من العراق يعني طرحت عدة تساؤلات يعني لماذا وصل هذا الحد هذه البيئة الحاضمة أو هذا الاحتضان والعودة لمعرفة المشاكل والأسباب التي كانت من الممارسات كما قالت لحكومة نوري المالكي منها ما تحدث عن غبن يلحق بطائفة منها غيرها اليوم ألا يتوجب إضافة إلى الحل العسكري الحديث عن حل نوعا ما حواري سياسي لعادة برمجة وجدولة هذه المشاكل وحلة يعني يمكن الحديث عن أكثر من شيء فيما يتعلق بأسباب نشوء هذه التنظيمات التكفيرية قد يكون هناك سبب سهل يمكن أو دافع أساسي لهذه التنظيمات أنها تكونت بسبب ما لحق بها من أذى وتهميش وحرمان وأذية من قبل الدول العربية في الواقع أن الدول العربية فشلت فشلا ذريعا في تمثيل مصالح المواطنين العرب إخفاق فيما يتعلق بمواجهة العدو الإسرائيلي إخفاقات في التنمية إخفاقات في كيفية إدارة البلاد هناك حجم خطير من التخلف ومن التهميش والحرمان في البلدان العربية هناك فقراء في تزايد هناك أمية إلى ما هنا هذه أسباب اجتماعية يمكن أن تكون واحدة من المبررات التي نشأت من خلالها هذه التنظيمات أيضا هناك معطى سياسي أن من خلق داعش وهذه التنظيمات أجهزة استخبارية تريد تفتيت المنطقة شرذمة المنطقة إعادة السيطرة على هذه المنطقة مواجهة إيران ومحور الذي تمثله إيران في هذه المنطقة من خلال تشتيت نفوذ إيران ومن خلال إبعافها واستنزافها في معارك جانبية قد يكون هذا سبب مقنع من أن أجهزة استخبارات إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو غربية ومع بعض الأجهزة الاستخبارات العربية هي التي صنعت هذا المكون الوحشي التكفيري التدميري من أجل أن نضعه فزاعة في وجه إيران ومحور المقاومة ونقول لهم إن لم تستسلموا إن لم تتنازلوا ومثلا على سبيل المثال فيما يخص إيران داعش تمثل تهديد مباشر لها وورقة ضغط فيما يتعلق بالملف النووي بالنسبة للعراق داعش تمثل تهديد بالنسبة إلى التركيبة الموجودة حاليا في العراق فإذن بالنسبة أيضا إلى سوريا هناك محاولات لأن تقبل الحكومة السورية والقيادة السورية التنازل عن المقاومة والتنازل عن الملف الفلسطيني وإلى ما هناك من أجل أيضا رسم واقع جديد في هذه المنطقة اليوم ما فيه هذا التناقض يعني اليوم إذا كان من استخبارات هي التي صنعت داعش بهدف القضاء على إيران اليوم هي نفس الدول تتضامن مع إيران تضع يد بيد إيران للقضاء على داعش إذا كان هدف إيران اليوم هي نفس من تعاون إيران للقضاء على هذا الخطر نعم يعني هون هذا التناقض التناقض اللي عم بيصير بالواقع الإقليمي وبالمشهد الإقليمي وبالمشهد الدولي يعني حجم الاشتباك الإقليمي والدولي جعل في هذا الظرف بالذات أن تتلاقى إلى إيران أو مصالح إيران مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع مصالح السعودية مع مصالح السورية مع مصالح العديد من الدول العربية وتقيم تحالفا دوليا وأقليميا لمواجهة داعش لأن داعش لم تعد تمثل تهديدا على دولة معينة بالخصوص وإنما أصبحت تمثل تهديدا إقليميا ودوليا يعني داعش خرجت عن السيطرة ولا بد من تقليم أضافرها يعني هون أنا بدي أقول نعم الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من داعش لضرب السورية استفادت من داعش لتحجيم القوة السياسية اليوم حتى النظام السوري استفاد من داعش لقول للمستمع الدولي أن البديل عني هو الأسوأ وبالتالي شفنا اليوم مقاله وزير الخارجية السورية وليد المعلم أنه استعداد على التعاون مع أي جهة كان للقضاء على الإرهاب صحيح يعني حتى النظام السوري استفاد من هذا التحالف الدولي ومن هذه المتغيرات في النظرة إلى هذه التنظيمات التكفيرية بدون أدنى شك اليوم النظام في سوريا يعود ويعوم نفسه ويضع نفسه في تصرف يعني إلى حد ما في مستوى من التعاون مع الدول الغربية من أجل مواجهة داعش طالما أن داعش تمثله تهديدا للغرب وتمثله تهديدا للعديد من الدول العربية فتعالوا جميعا لنتعاون من أجل الحد من مخاطر هذا التنظيم أو من أجل تدميره لأنه اليوم مستوى الوحشية التي يمارسه هذا التنظيم لم تعد يعني تنطلي على العالم الغربي يعني مهما حاول الغرب أن يقول أنه ما يحصل في العراق أو ما يحصل في سوريا أو ما يحصل في ليبيا لأنه مستويات من الثورة من أجل تحصيل بعض الحقوق والمطالب اليوم عم نشوف المشاهد الدموي يعني مشهد تهجير المسيحيين في العراق مشهد لا يمكن لأحد إغفاله واعتباره أنه مر مرور الكرام هناك محاولة لفرز عرقي وطائفي هناك محاولة لتدمير بنية اجتماعية وحضارية في العراق وفي المنطقة لذلك اليوم الخوف من أن تنتقل هذه العدوى الوحشية من العراق ومن سوريا والمنطقة العربية إلى الغرب خصوصا أن هناك الآلاف من المقاتلين الذين أتوا من الغرب ويقاتلون في هذه الساحة سأسأل فيما بعد عن مصير هؤلاء وإذا نجحت هذه الحملة ضد إرهاب القضاء على دائر عيش لأن البعض يقول أنه يوما ما هذه الظاهرة يجب أن تنتهي ولا يمكن أن تثمر في عصرنا هذا اليوم هذا الحلف الذي يقام وهذا التعاون الدولي الذي حاصل بين البيئات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وسوريا وإيران ضد هذه المنظمات الإرهابية المتطرفة يعني إلى أي حد يعول عليه في المستقبل في مجالات تعاون أخرى إن كان إيران بالنسبة إلى ملفها النووي الإيراني أو الأزن السوري ومصير النظام بقاءه أو تغييره يعني هون ما بدي يروح فينا الخيال إلى بعيد أن هناك تحالف دولي تستفيد منه كل الدول وأن هناك محاولة من التساكن أو التهدئة أو إذا أردت حلا لأزمات المنطقة كلها على العكس يعني هناك تحالف موضعي في لحظة زمنية معينة وهي هذه اللحظة للتخلص أو لتقليم أظافر داعش فلذلك ما نعول نحن بعيدا أنه هذا التحالف يمكن أن يحل الأزمة في سوريا يعني هو حلف مرحلي فقط لغيره بالضبط هو حلف آني مرحلي له وظيفة معينة وأنا بشدد على أنه هذه الوظيفة هي تقليم أظافر داعش وليس إنهاء داعش لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت يعني مشكلتها مع إيران ما زالت مشكلتها مع سوريا مفتوحة يعني تحليلها إلى خلايا نائمة نوعا ما لاستغلالها حين الحاجر بالضبط يعني هون بدنا نقول أنه داعش ما زالت يعني أداة وظيفية للعديد من أجهزة الاستخبارات الدولية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية فإذن اليوم نحن نريد أن نحد من تأثير داعش لذلك أوباما لما انتحدث أن الحرب مع داعش حرب طويلة وأنه ليس هناك من إمكانية للتخلص من هذا التنظيم في الوقت القريب وتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين تنبئ على أن القضاء على داعش مسألة ليست سهلة من الناحية التقنية وأيضا من الناحية السياسية يراد لها أن تبقى تستنزف هذه المنطقة لتبقى هذه المنطقة تخضع لحسابات معينة إلى أن تستقر في مستوى معين اليوم بحال نجحت هذه الحملة ضد الإرهاب بحال وصل وقت ولم تعد ورقة داعش اليوم مطلوبة من قبل من كان وراء هذه الحملة ما مصير هؤلاء الإرهابيين هؤلاء المتطرخين خصوصا الغربيين اليوم قال البعض أنهم تخلصوا منهم وذهبوا للقتال في سوريا أو في العراق بس هؤلاء مصيرهم ما سيكون مصيرهم وهل هذه الدول أيضا مستعدة لعادة فتح أبويبا لعودتهم إلى الديار يعني خلينا نبلش من الأخير البريطانيا صرحت بشكل علني وعدد من الدول الأوروبية أنها لن تعيد هؤلاء الذين خرجوا من بلادها أو من البلاد الأوروبية إليها مرة ثانية يعني هذا الأمر قطعي ولذلك هي ستعمل بجهدها على المستوى الاستخباراتي أن لا يعود هؤلاء إلى هذه الدول الأوروبية لأنه بالفعل هناك مخاوف وهواجز حقيقية من أن يعني ينفذ هؤلاء المقاتلون يعني تفجيرات أو إلى ما هناك أو قلاق داخل البيئة الأوروبية المستقرة والبعيدة عن هذه الأجوال نعم يعني إما التخلص منهم بحرب طاحنة فيما بينهم يعني نحن نعرف أنه بين النصرة وبين داعش في الرقة وفي أكثر من منطقة في سوريا ذهب حوالي خمس تلاف قتيل يعني يمكن أن أجهزة الاستخبارات الدولية تنجح في خلق فتن بين هذه التنظيمات لتصفيتهم في هذه المنطقة وربما لا يعني يكون هناك حل حل وإما ارجعوا إلى السجون أو إما تأهيلوا أو إلى ما هناك يعني مسألة إيجاد حل لإلون لكن الحل اليوم يكون بشرذمة فينا نقول هذا التنظيم وليس بالقضاء عليه هذا هو برأيك هذا هو قد يكون الحل الأسرع هو الممكن هذا أول ممكن لأنه فعليا لم يعد داعش تنظيما فحسب وإنما هي حالة وظاهرة في العالم العربي أو العالم الإسلامي كله لذلك اليوم نحن بدنا نحاول إذا أردنا فعليا أن نوجد حلول جذرية لهذه الظاهرة التكفيرية لابد أن نعود إلى الثقافة لابد أن نعود إلى التربية لابد أن نوجد يعني مخارج ثقافية وتعليمية وتربوية ودينية وإلى ما هناك حتى نحل هذه المشكلة يعني وحدة من الأسباب كما قلنا سابقا أنه بيئات بيئات محرومة مهمشة تستولد أكثر من داعش لذلك لابد أن يكون هناك مسار تنموي في البلدان العربية يعني الإشكالية في العراق أنه مصر في تنمية في بعض المناطق أو في كثير من المناطق منذ انهيار النظام السابق حتى اليوم مصر في تنمية طبيعي هذا الإنسان سيكون ناقما على دولته ومستعد لأن يذهب مع أي تنظيم من أجل أن يعبر عن ذاته وعن هويته وعن وجوده لذلك أقول أنا مسار الحال فيما يتعلق بهذه التنظيمات مسار شائك ومسار شمولي لابد أن نتعاطى معه بشمولية من أكثر من جانب تحدثت عن موضوع الثقافة والتربية والتنشئة اليوم البعض يذهب بالمشكلة في المنطقة إلى أكثر من وجود داعش وحرب على الإرهاب وغيرها ليرتقي به إلى الصراع له طابع إديولوجي له طابع مذهبي يعني اليوم خلاف ويقال حول صراع صني شيعي في المنطقة الغلبة لمن يعني إيران تسعى إلى نفوذ لها في أكثر من دولة والعكس صحيح بالتالي هذا الخلاف الإديولوجي المذهبي لأخذ طابع ديني لم يعد فقط خلاف سياسي حول صراع النفوذ هذا كيف يمكن حله يعني إذا كان موجود في الماضي كان موجودا ولكن لم يكن بهذه النسبة العالية اليوم في وصلين لهذه الدرجة من الصراع الإديولوجي بين الطرفين ومكون الإديولوجي مكون أساسي في الصراع في هذه المنطقة على النفوذ وعلى الأرض بدون أن نشك يعني لا نستطيع أن نغيب المكون الإديولوجي من الصراعات الموجودة الانقسام السني الشيعي اليوم انقسام حاد جدا واليوم أيضا يعني اليوم لم يعد فقط الصراع سنيا شيعيا وإنما صار إسلاميا مسيحيا يعني في العراق نشهد مثل هذا لكأنه يراد يعني أن تظهر جميع الفروقات والتنافرات المذهبية والطائفية والعرقية في هذه اللحظة الزمنية إذا مشكلة الصراع المذهبي مشكلة أساسية في المشهد العام لكن أنا بقول أن الأساس والمنبع والدافع الأساسي لما يحصل في هذه المنطقة هو دافع سياسي وليس دافع مذهبي يعني إيران لا تريد أن تسيطر أو أن يكون لها نفوذ في هذه المنطقة بالعنوان الشيعي والسعودية كذلك الأمر لا تريد أن يكون لها نفوذ في مصر أو في سوريا أو في بلدان الخليج من البوابة الطائفية هناك يعني مشروعين مشروعين يتنافسان ويتصارعان ويتنازعان في هذه المنطقة وكل مشروع له حلفاءه لذلك إذا حلت المشكلة بالسياسة بمعنى أن تستقر المنطقة على مناطق نفوذ وعلى مناطق أو حصص حصص معينة يمكن أن تهدأ المنطقة حصص ماذا يعني حصص؟ حصص يساوي مشروع التقسيم يعني أن يكون لكل دولة نفوذ معين على أساس طائفي وعرقي لا يعني أريد أن أقول أن ربما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل خاص تسعى لمثل هذا التقسيم العرقي لأن إسرائيل يناسبها جدا أن تكون هي الأقوى في بحر دولات وفي مساحة مقسمة ومشتتة ومتصارعة لذلك يهمها جدا أن يكون هذا الكيان هو الكيان الأقوى ولذلك إسرائيل ستكون شاكرة للولايات المتحدة الأمريكية وللمسلمين الذين يتقاتلون بأنهم يسمحون لها بتمدد مشروحها وبتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة أن إسرائيل نعم لها مصلحة أكيدة في مثل هذا التفتيت لكن أنا أريد أن يقول أنه منه واضح فعليا أن الصراع اليوم سيستقر على تقسيمات مذهبية وعرقية نعم المشروع هو كذلك ولكن إذا تداخلت هذه الدول كالروسيا اليوم والصين ودول أخرى لها أيضا مصالح في هذه المنطقة ستغير يعني مشهد الصراع وصورة الصراع من صراع مذهبي إلى صراع سياسي ولعله نحن في الأزمة السورية كدنا نصل إلى مثل هذا التظهير لهذا الصراع ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أغرقتنا بالجماعات التكفيرية التي أساسها ومدماكها وقوتها هي من خلال الشعرات المذهبية ومن خلال اللواءات أو الألوية المذهبية لذلك يبدو اليوم في المشهد العام أن الصراع هو صراع مذهبي بدرجة كبيرة اليوم أيضا لحل هذا الصراع يعول على الحوار السعودي الإيراني كنا مررنا بفترة عصيبة من العلاقات المتأزمة بين الملدين أيام الرئيس أحمد نجاد مع مجيء الرئيس الشيخ حسن روحاني شفنا نوعا من التطور ولكن ما اكتمل إلا بالفترة الأخيرة باللقاء الأخير الذي حصل في المملكة العربية السعودية والذي ينتظر أن يستكمل يتبلور فعليا على الأرض يعني اليوم هل عمق الخلاف والأزمات وهيضا الاستفاف اللي صاير من قبل الدولتين كل بمحور وكل مع دولي وكل بتحالف قادرين أن نجد نقاط مشتركة نلتقي عليها ونحاول تخفيف من أزماتنا في منطقة مشهد الرئيسة بالبداية لابد أن نقول أن الحوار الإيراني السعودي مهم جدا لاستقرار المنطقة هذا الأمر لا مفر منه لذلك نحن نشجع جدا وندعو إلى تقارب إيراني لأن هذا يخفف مستوى الخطاب المذهبي والتوتر المذهبي والطائفي في المنطقة فإذن اليوم أي حوار وأي تقارب بين إيران وبين السعودية هو ينعكس إجابا على المنطقة بشكل عام لكن أيضا لازم نكون واقعين بمعنى أنه منه معلوم أنه الحوار الإيراني السعودي ممكن يوصل إلى نتائج حاسمة وحلول حقيقية وجذرية فيما يتعلق بملفات المنطقة وخصوصا منها الملف السوري يعني حجم المشكلات ما بين حال بجلسة وبجلستين نعم شفنا عبداللهيان إجا على السعودية وبعض التصريحات السعودية أيضا مشجعة لتقارب صحيح لكن ما فينا نعول أنه هذه اللقاءات ستفكك مش المطلوب تنازلات من قبل البلدين من دون أدنى الشاك أصلا هو اللقاء حصل أو نتيجة تنازلات يعني إيران تنازلت في الملف العراقي وجابت حيدر دكتور حيدر لعبادة لعبادة يبدو اليوم يعني هذا خلينا نقول رسالة واضحة وإيجابية من قبل إيران التي تخلت عن المالكي بالإتيام بالعبادة جيد في المقابل في المقابل أنه السعودية أيضا لابد أن تتنازل في الأزمة السورية تقدم تنازلات معينة ولعله اليوم الذي جمع يعني خلينا نقول يعني المصيبة جمعة السعودية وإيران أنه داعش اليوم باتت تهدد إيران لأنه أصبحت على حدودها وأيضا تهدد السعودية لأنه أيضا أصبحت على حدودها شكرا مبارح توقف خلية أكثر من خلية لكن من مطلوب فقط أنه المصيبة هي التي تجمع الطرفين ويقعدوا يناقشوا ليحلوا المشاكل اليوم اليوم في تهديد للمنطقة اليوم في أوضاع جديدة في العالم في المنطقة موضوع النفط موضوع الاكتشافات النفطية اللي عم بتصير يعني في تنافسات اقتصادية الصين اليوم هي الثقل الاقتصادي والوحش الاقتصادي القادم يعني لازم تنقرأ الأمور بهذا البحر الواسع من العلاقات ومن المصالح الدولية والإقليمية فإذا ملتأينا نحن ملتأينا ستبقى هذه المنطقة خاضعة لما يريده الآخرون لهذه المنطقة وستبقى إسرائيل قوية وستبقى إسرائيل تراهن على التوترات في المنطقة فإذن اليوم ضروري جدا أن تتحرك سكة الحوار السعودية الإيرانية لحل مختلف المشاكل في المنطقة وباعتقادي أنا اليوم إذا صار في ثقة حقيقية بين الإيرانيين وبين السعوديين أن يقول الإيراني أنه أنا ما بدي نفوذي في المنطقة يكون على حساب الدول معينة وأنا أريد استقرار في هذه المنطقة ونفس الشيء السعودية تتحدث بإيجابية وتخفف نحدة الاحتقان المثل بتصور أنا إذا وصلنا إلى مثل هذه التفاهمات المنطقة مقبلة على واقع مشرق خصوصا أنه يعني إمكانيات التعاون إمكانيات المصالح المشتركة بين البلدين يعني واسعة جدا ثم أنه ما فينا نطلع من الجغرافيا يعني هذه مقولة نابليون التاريخية أنه اليوم محكمين بهذه الجغرافيا يعني أمريكا بعيدة بعيدة بصح هي عم تخلق مشاكل وعم تحاول أن تلعب على الوتر الطائفي لحتى تحقق مصالحها ونفوذها في المنطقة ولكن نحن ليش ما بنقدر يعني سمعت البارحة وزير خارجية عمان يتحدث بإيجابية أنه يا عمي نحن ليش بدنا نروح لبرة وكل ما يصير في عنا مشكلة نستعين بالخالج من أجل حل مشاكلنا لماذا نحن لا نسعى جديا إلى حل مشاكلنا من خلال تفاهمات إقليمية وإيران جزء من هذه التفاهمات يبقى أنه مسألة العدو الإسرائيلي هذه من المسائل الشائكة التي يجب التفاهم عليها خصوصا مع الدول كمصر وكسعودية لابد من استراتيجية حقيقية فيما يتعلق بوضع القضية الفلسطينية لأنه أيضا المنطقة ستهدأ إذا قلنا ستهدأ من جانب ولكن ستستعل من جانب آخر على خلفية الصراع مع العدو الإسرائيلي سنكمل في النقاش نتحدث عن لبنان أين لبنان من هذا التطرف الداعش اللي رأينا بوادره كانت أتت من عرسال وهل ممكن برأيك لبنان في لبنان حوار سني شيعي لإزالة هذا التوتر فاصل أعلاني قصير ونعود فنتابع عودة لمتابعة الحوار مع ضيفي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الشيخ دكتور صادق نابلسي مراجد أهلا وسهلا فيك سامحة الشيخ يعني اليوم في لبنان للأسف لم نكن بمنأة كثيرا عما يحصل في المنطقة وعن ظهور هذا التطرف الذي حاول الدخول إلى لبنان عبر بوابة عرسال ورأينا محصل مع الجيش اللبناني واليوم بعدنا عم نودع شهيد وبعد في عنا أسرى عسكريين اليوم يعني شو المطلوب على الساحة اللبنانية لمواجهة هذا الخطر إلى جانب طبعا دعم الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية لمحاربته يعني أولا مقاربة اللبنانيين للأزم السورية منذ البداية لم تكن مقاربة شمولية ولذلك الانقسام حصل مباشرة بعد اندلاع الأحداث في سوريا انقسم البلد بشكل يعني خطير جدا ولم يجد السياسيون اللبنانيون يعني قواسم مشتركة ومقاربات حقيقية للوضع في سوريا لأن هذا الوضع الكل يعلم انعكاساته خطيرة على لبنان خصوصا أنه نحن مشاكلنا كثير اليوم نحن ما هيئنا لا بني ثقافي ولا بني سياسي ما هيئنا شيء لمواجهة رياح الأخطار الداعشية التكفيرية فقط كنا نتأمل ويكتفل بعض بالتصريح وبالإداني وبالمواقف وإلى ما هنا لي لكن في الواقع لم نفعل شيئا لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني نحضر بيئتنا لمثل هذه المخاطر يعني اليوم خريطة داعش مثل ما الكل بيعرف خريطة داعش تمتد من الكويت وصولا إلى لبنان لعكا كما قال قائد الجيش ولمخططات الأخيرة لجماعة النصرى وداعش كانت واضحة بالنسبة للجيش نشرها على كل حال أنه نعم كان هناك مخطط لإمارة تبدأ من عرسال وامتداد إلى ترابلس رغم كل المحاولات السابقة التي فشلت لكن نحن كسياسيين لبنانيين ما حضرنا حالنا دائما كنا في السابق يعني نقول أنه قوة لبنان نرفع شعار قوة لبنان في ضعفه مع العدو الإسرائيلي واليوم نحن نرفع شعار النائب النفس طيب حتى لو نائنا بنفسنا حتى لو يعني بدي يقول أنه هذه السياسة صحيحة مئة بالمئة ولكن ألا نحصن الحدود لذلك تمددت الأزمة السورية إلى داخل لبنان وأيضا كان هناك خلايا نائمة وإلى ما هناك في وقت أيضا لم نحصن الجيش كان المواقف الإداني والتحريط ضد الجيش لم تتوقف وهذا شيء من المستغرب والمستهجن من قبل زعماء لبنانيين أو من قبل نواب لبنانيين يتحدثون بهذه اللهجة ضد الجيش اللبناني طيب الجيش اللبناني الكل بيعرف أنه هو محل محل إجماع يفترض أن يكون وهو الأساس في استقرار هذا البلد طيب لماذا التهجم عليه بدون من ندعمه بدون من نساعده نحن عام نحاول أن نضعفه طيب نحن لم نسلح الجيش لم نعمد إلى يعني جعل هذا الجيش قويا من خلال التسليح وحتى من خلال يعني بعض المواقف المنونة والقرار السياسي أيضا على المستوى الحقوق طيب اليوم الجيش كل ما بده ياخد أي خطوة صحيح يعرقى بالموقف السياسي يعني الموقف السياسي دائما ما عم يكون إدام الجيش في بعض الخطوات اللي اتخذها الجيش يعني في الواقع أنه هو فرض نفسه على السياسيين وعلى القرار السياسي بس ما بيقدر الجيش في كل مرة أنه هو يبادر لابد أن يكون هناك قرار سياسي داعم لأله هلأ يمكن البعض بيقول أنه طيب تسليح الجيش مش مني ما بيقدر الجيش يواجه هذه التنظيمات الأجهزة العتاد العديد إلى ما هنا كل هذا منه متوفر بشكل الكامل نعم هذا جزء من يعني خلينا نقول الشيء التقني التقني عنا مشكلة تقنية ولكن هذه المشكلة التقنية بتنحل عنا مشكلة بالسياسي هذه المشكلة بالسياسي اللي بعدها لحد الآن منحل منحلت ولذلك اليوم الجيش اللبناني هو مكسر عصى سواء فيما تعلق بعرسال أو بترابلس أو إلى ما هنا صار كل واحد يعتدي على الجيش وما حدا عم يعمله شيء وما في محاسده لا وصلنا للي وصلنا له اليوم بس مطلوب ملاقات الجيش بالسياسي كما قلت شو مطلوب اليوم بالسياسي في ظل هذا التشنج الموجود في ظل هذه الاتهامات بملفات صغيرة وكبيرة دايما عندنا هيدا التشنج وهذه الاتهامات واليوم يعني لماذا غائب هذا الحوار الشيعي السني يعني حتى كنا نشوف بعض البوادر يعني لقاءات ولو كان على مستويت كبير اليوم ما فيه نحكي اليوم عن البحث عن الاعتدال السني عن هذا الحوار مع الاعتدال السني وغيره ولكن ما شفنا تصبيق لأيضا للأسف كمان البعض يقولي ممكن مرتبط بأمور خارجية وأقليمية هذه مشكلة اللبنانيين وهذه مشكلة القوى اللبنانية دائما تنتظر الإعاز من الخارج ودائما تنتظر يعني أن يأتي القرار من الخارج يعني وحدة من المشاكل الكبرى اليوم موضوع رئاسة الجمهورية ما قادرين نحلوا كلبنانيين كل فريق ناطر ناطر شو بده يصير برا نعكاسات الأزم السورية الملف النووي الإيراني الحوار الإيراني السعود إلى ما هنالك والبلد في أزمة كبرى كذلك الأمر فيما يتعلق أنا بقول الحد الأدنى يعني فيه حد أدنى من الانتماء لهذا الوطن فيه حد أدنى من الحصانة والمنعة لهذا الوطن لازم نحن نوفرها من خلال دعم للجيش اليوم نحن أمام مخاطر حقيقية نشوف مثلا بعض القرى المسيحية على الحدود اليوم الشباب عم يلجوا إلى التسلح بدنا نحمي بلادنا وبدنا نحمي قرانا وإلى طب ليش؟ لأنه فيه خوف حقيقي هذا الخوف الحقيقي يمكن أن يمتد إلى كافة القرى والمدن اللبنانية ليش؟ لأنه نحن سحبنا سحبنا قوة الجيش اللبناني وتعرضنا للجيش اللبناني كثيرا ولم ندعم الجيش اللبناني لا دعما ماديا ودعما بالأسلحة وإلى ما هناك وأيضا ما فيه قرار سياسي فإذا طبيعي الجيش اللبناني اليوم منكشف بهذه الساعة وبهذا الحجم مطلوب اليوم وطنيا أن نعود إلى تأسيس موقف موقف يعني يضمن وحدة لبنان ويضمن الاستقرار في لبنان من خلال دعم الجيش والمؤسسات الأمنية ما فيه إمكانية اليوم أمام التبدلات والتغيرات اللي عم تصير بالمنطقة وأمام المشاهد المروعة اللي عم نشوفها بالموصل وغير الموصل اللبنانيين إذا أرادوا أن يحفظوا هذا التعايش هذا الانصهار هذا الاندماج بين المسلمين والمسيحيين هذا النموذج هذا الفراد اليوم الموجود بعد اليوم عم نشوف يعني خلص هذا الفسيفساء الجميل في العالم العربي عم يتدمر عم يتهشم بعد في شيء منه بلبنان إذا ما حفظنا عليه إذا ما حفظنا عليه فيه إعتام وأظلام في كل المنطقة لذلك المطلوب من الفرقة السياسيين فعلا اليوم لحظة ضمير ولحظة وقفة حقيقية مع الجيش اللبناني لنحافظ على هذا الكيان وعلى هذا الوطن يعني للأسف سمحت الشيخ وقتنا انتهى يعني كنا حابين نتوسع بالنقاش أكثر فقط أشير إلى أن جثمان الشهيد علي السيد وصل إلى بلدته في فنيدق طبعا كل التفاصيل حول وصول الشهيد والموكب اللي صار من بيروت تتابعونه في نشرة الأخبار شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء